وبسبب كثرة الحوادث داخل المدن وعلى الطرق الخارجية والتي أدى الكثير منها إلى عدد كبير من الوفيات قدم مواطنون من المحافظة نصائح عامة لجميع سواق المركبات للحفاظ على سلامتهم والمرة في الشوارع والإدعال والتفاصيل نادرا ما لا تشاهد خلال تصفحك بمواقع التواصل الاجتماعي يوميا وقوع حوادث سير في مختلف المناطق مخلفة معها العديد من الوفيات والمصابين والمشاهد المروعة وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية قبل بضعة أيام لقي نحو 15 شخصا مصرعهم وجرح نحو 20 آخرون في حوادث سير متفرقة في محافظات عراقية يوما بعد آخر تفقد العوائل العراقية أحبة وأعزة وينتابك ربما هاجس القلق لمن سيأتي دوره على حادث جديد ولبث التوعية المرورية اللازمة التقينا بمواطنين لنطلب منهم تقديم نصيحة للسائقين وبعضهم سألناهم عن أسباب الحوادث وكثرتها والله صراحة من وجهة نظر كأمرأة وأنصح كل النساء والبنات اللي يريدون يستوقون ويبدون بالسوق فأتمنى منهم أن يدخلون دورات تدريبية وهي شيء ما تكلف وثاني شيء ما تأخذ كل شوق طويل وبالعكس تطينا معلومات كل شبيرة وممكن أن هذه التعليمات نستفاد منها وتقينا من حوادث وأشياء غنى عنها نوجه لجميع السواق وسياغ البركبات الحمل والسيارة الخصوصية أن يخففون السرعة في الشوارع المزدحمة هناك حوادث كثيرة تحدث بسبب السرعة أو قلة الانتباه أكو بعض السواق يعني من يريد يستدار لما يشغل إشارة مالة السيارة أو ينزل بباشرة استداروا سواق الجيء ما منتبه أنه مشغل دبل إشارة وذلك يصير الحادث أما في الطريق العام هناك يعني سواق لا يرتدون الأحزمة وسرعتهم كثيرة 160-140 وبدون انتباه ولذلك انتشرت الحوادث في بلدنا العزيز وجاينف قد أحب وأعزاء بسبب هذه الحوادث هو قدر رب العالمين أكثر تصليل قدر رب العالمين الحذر موجود يعني الحذر واجب على الجميع ببعض الطرق التي تسلكها قد تحتاج إلى تأكد من سلامة قطع نظام التعليق في سيارتك مع كل فترة لأنك تسير في خطوط سريعة لا تشبه طرق العديد من البلدان المتقدمة ولن نذهب بعيدا في المقارنة فأقليم كردستان يتفوق بشكل مستمر في تحسين جودة منظومة المواصلات وشبكة الطرق على عكس بغداد والمحافظات ولا زالت الكثير من الشركات لا تلتزم في وضع العلامات التحذيرية لمشاريع قيد التأهيل زد على كل ذلك أن تنتشر مفارز أمنية على خطوط سريعة أيضا وتتسبب في توقفات مفاجئة للمركبات مع وجود حيوانات سائبة أيضا تعترضك في أي لحظة وفي أي مكان انتباه على الطريق وعدم رفع الصوت المسجل وأنه يكون مركز وليس يطلق سهران كل الليل لأنه يكون مسؤولية وركابية وعدد من الواح وناس يعني على كيفه بالشارع على كيفه بالشارع على كيفه بالشارع والله مئة وعشرين بس هناك ناس تمشي مئة وثمانين ومئة وستين وهي فوق المئة وعشرين خطر قانون محد مطبق ومحد يمشي بالأوامر والتعليمات ولهذا صر الحوادث وماكو مراقبة وماكو التزام ماكو المرور يعني تعبان ماكو التزام لا من قبل المرور ولا من الأشخاص والمواطنين نصيحة للسواب يعني هي النصيحة الأساس هي أنه يطبقون القانون حذافير يعني تعتمد دول العالم على الخدمة الفنية المثالية التي تقدمها كاميرات والمراقبة ورادرات تحديد السرعة في مختلف الطرق الداخلية والخارجية وتفرض غرامات تلقائية للمخالفين لشتى الظوابط من دون الاحتكاك الملاحظ بين المواطن ورجل المرور في العراق وبشكل عام فلا يمكن منع حوادث السير بشكل نهائي لكن التقليل منها مهمة حكومية بامتياز من خلال تهيئة بنية تحتية ملائمة من الطرق والجسور وغيرها وتنصيب أجهزة تراقب حركة الشارع وكذلك القيام بحملة لحصر الحيوانات السائبة في حظائر خاصة فهي كذلك تتمزق إلى أشلاء متناثرة ومتطايرة لتعرضها يوميا إلى حالات دهسة فحظها التعيس وقدرها الذي أوجدها في العراق جعلها تموت غالبا تحت آلام السحيق إشارات مرور تعبانة تعليم مرورية ماكو الشوارع الحوادث السير السرعة سيارة من تعدل 120-140 ماكو سيد ربعا عليها مهما كانت متانة أبد لا متانة ولا هذا ولا أمور والله الحظيم من دخل التوازنة بعد انتهت انتهي الموضوع أبد ولذلك يصير حوادث شثيرة عدنا وفيات وجرحة هواية كثير يعني هاي طريق كاركوك بالذات طريق كاركوك تكريت حوالث الهيبة لله غالي كثير عوائل كيف تنصح الصائر كيف تنصح الصرحة والانتباءة وانا إذا تعبان ما أم الجواز أطلع بالليل وهذا على مان منه ومن عسان مثلين إيه أطبق أطبق أنام يمسي طريق يمشي أنام وأطلع الصبح ما بيهداعي أمشي طريق مثل جاي من الشمال طالع للدهوك أو أقول من الشمال البغداد صياقة بصورة طبيعية هي ممتعة جدا بس أكثر شي دي صرحة وادث هنا أكثر شي بصلاح الدين أنه عدم التركيز أولا ما عندهم شهادة السوق والأفرض أنه يكون شهادة السوق موجودة إذن رداءة الطرق وهشاشة القانون لعبان رئيسيان في إزهاق أرواح الناس في مشاهد تراجيدية يومية إلى جانب جيل تعود على المخالفة والسرعة وكثير منهم بلا إجازة سوق ويقول مغتربون أن الحصول على إجازة سوق في دول كالاتحاد الأوروبي مثلا أصعب من الحصول على شهادة دراسية عليا فكل ما تتشدد به سلطاته هناك هو لحفظ أمن وسلامة الإنسان القيمة الكبرى وفي العراق لا زالت الحكومات تتفرج بالرغم من توفر الكتلة المالية الضخمة لمعالجة ما تتسبب به حوادث السير القاتلة من تكريت وليد علاء صلاح الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر